وطبعاً للمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا من مرسيليا خالد شئير مراسل القاهرة الإخبارية أهلاً بك خالد أهلاً دانيا بيكي وبمشاهد القاهرة الإخبارية في كل مكان أهلاً بك بداية صف لنا ذخم المظاهرات اليوم وخاصة أن هناك تناقضاً في الأنباء حول أن أعداد المتظاهرين تقول المعارضة ربما أن أعداد المتظاهرين أكثر من مليون ولكن الشرطة تتوقع أنهم 800 ألف أقل بقليل الحقيقة دانيا جرت العادة في جميع التظاهرات ليس في هذه التظاهرة فقط أن تقوم النقابات العملية أو الجمعيات التي تطالب بهذه المظاهرة أو تلك بتضخيم الأعداد أعداد المشاركين بمحاولة لممارسة ضغط على الشارع على الحكومات وأيضاً على الجانب الآخر وزارة الداخلية الفرنسية تقوم بإصدار بيانات أقل بكثير من من هو متواجد في الشارع لمحاولة التقليل من أهمية هذه التظاهرة أو تلك مما جعل هناك بعض من المؤسسات تقوم بدراسة الأعداد الحقيقية في الشارع الفرنسي والقيام بوضع الأرقام الصحيحة تقريباً ما بين متغالي في تقييم النسب أو منتقص من تقييم هذه النسبة أو تلك منذ قد انتهت مسيرة مدينة مرسليا وهي المدينة الثانية الميناء الرئيسي في فرنسا النقابات العملية في منطقة بروفانس ألب كودازير أكدت على مشاركة 280 ألف متظاهر الشرطة الفرنسية بعد قليل ستقول أن هؤلاء المتظاهرين لم يتجاوزوا مثلاً 100 ألف متظاهر إذن الرقم الحقيقي الذي يمكن أن نتحدث عنه هو ما بين هذا الرقم المتغالي فيه والرقم أيضاً التي تقوم بالنقابات العملية والرقم المنقوس التي تحدده وزارة الداخلية هذا هو العرف الذي جار بالنسبة للمسيرة ولكن بعين المشاهد وبكاميرا القاهرة الإخبارية بنكون متواجدين في وسط هذه التظاهرات منذ بداياتها ما أستطيع أن أؤكد لك دانيا أن اليوم العداد فاقت كثيراً المرات السابقة في الثمان مرات السابقة إذن سيد خالد ما هو أو هل لك أن تقدم لنا شرحاً توضحياً أكثر حول الكوى الحزبية والنقابية التي تقود المظاهرات اليوم حقيقة النقابات العملية في فرنسا فيها ثمان نقابات عملية كبرى وعلى رأسهم سي جي تي وفليب مارتينيز وأيضاً سي اف دي تي لوران برغي والاثنين هما يعتبروا الأقوى والأكبر وهما يعني بيمثلوا العمل والعمال ولهذا هذه النقابات هي التي تأخذ على عاطقها هذه التظاهرات منذ البداية وكانت قبل التظاهرات تدخل في حوار مع الحكومة الفرنسية في محاولة لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف إلا أن كل هذه المحاولات باقت بالفشل طارة باتهامات من قبل الحكومة وآخرها الرئيس الفرنسي بالأمس الذي انتقد مباشرة رئيس سي اف دي تي الذي أعلن في تصريح غاضب على أن الرئيس الفرنسي يجذب على الفرنسيين إذن هذه من ناحية أما بالنسبة للأحزاب السياسية فالأحزاب السياسية الفرنسية منها مثلا حزب اليمين المتطرف أو أقصى اليمين وهو حزب التجمع الوطني الذي يرقصه جوردان بارديلا وترقص اللجنة في البرلمان مارين لوبان هو كان قد وعد الفرنسيين أنه في حالة انتخابه في 2027 سيتم إلغاء مشروع قانون التقاعد حتى لو أقره الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وهذا الحزب نفسه قام بعمل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون التقاعد وليس هو فقط ولكن أيضا الأحزاب اليسارية مكتمعة الأحزاب اليسارية مكتمعة تحت تجمع يقوده جون لوك ميلانشو رئيس حزب فرنسا الأبية هم الأكثر تواجدا في الشارع وفي هذه التظاهرة أحزاب اليمين المتطرف غير مرحب بها مع النقابات العملية وغير مرحب بها في الشارع ولكن من هو متواجد بجانب النقابات العملية في الشارع ويتظاهر في الشارع هو حزب الأقصى اليسار أو حزب فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشو الذي يقود هذا الحراك بجانب النقابات العملية داني إذن سيد خالد هل لك أن تقول لنا ما هو موقف الحكومة من كل هذه الموجات العارمة من الاحتجاجات ما هو الموقف الحقيقي للحكومة؟ الحكومة الفرنسية في مأزق حقيقي تدرك أن اتنين من كل ثلاثة فرنسيين يرفضون مشروع القانون الرئيس الفرنسي نفسه اعترف بأنه يفهم ويتفهم هذا الغضب ولكنه الدواء المر على حد قوله لا بد من إنقاذ هذا الملف والموازنة العامة للدولة حسب الرئيس الفرنسي كان هناك مثلا عشرة ملايين فرنسي هم في التقاعد واليوم أصبحوا 17 مليون فرنسي في التقاعد في 20-30 سيكونوا 20 مليون فأين سنأتي بالأموال لتمويل ملف التقاعد؟ هو يقول أنه إذا تم الاختيار ما بين الصالح العام للدولة الفرنسية وشعبيته سيختار الدولة الفرنسية أو المصلحة العامة للدولة الفرنسية هذا هو الأمر الرئيس الفرنسي لا ينتوي أو لا يسمح له الدستور الفرنسي بالترشح للمرة الثالثة ليس له ما يخسره ولكن الحكومة الفرنسية في مأزق كبير وبصفة خاصة أن أمامها الكثير من التحديات ليس فقط ملف التقاعد هناك ملف التضخم ونقص القدرة الشرائية يتسبب في صداع في الرأس الحكومة الفرنسية وهناك انتقادات لازعة طالت الحكومة الفرنسية حتى من الأحزاب المتحالفة معها وهي حزب اليمين الديجولي الجمهوريين وأحزاب الوسط الفرنسية منهم حزب أفاق من رئيس الوزراء السابق وهو إدوار فليب طب إذن في تقديرك لماذا بعد كل هذه المظاهرات التي تحدث الآن لماذا لم تتراجع الحكومة عن مثل هذا المشروع المثير فعلا للجدل؟ الحكومة الفرنسية تريد تقليل الخسائر على فكرة ليس فقط مشروع قانون التقاعد عندما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحكم في 2017 فتح ملفات كثيرة جدا منها مثلا ملف قانون العمل كانت هناك فيه هناك شركات عامة تخسر الملايين قام بتقنين وسياسة تقشف وزارة الصحة وهذا تم انتقاده بعدما حدث في كورونا الرئيس الفرنسي كان يعمل في البنوك ومن سياسته يقوم بحساب كل شيء حتى يحقق الموازنة العامة للدولة الفرنسية ويقلل الخسائر ويتحدث عن فرنسا التي تعمل ولا يتحدث عن فرنسا الكسولة ولهذا هو يريد تغيير هذا المشروع لمحاولة لتقليل عدد العاطلين العمل وقد تحقق بالفعل له ما أراد إذا كان هناك نقطة إيجابية في حكم الرئيس الفرنسي فهي هو أنه قلل نسبة البطالة في فرنسا هو يقلل الضرائب على الشركات الفرنسية وهو طبعا ينتمي إلى الفكر اليميني وطبعا الليبرالي ولهذا هو وصفه أو تم وصفه بالرئيس الأغنياء هو يعمل من أجل أن يوفر المساحة الكاملة للشركات الفرنسية لتعمل وتنتج ويقلل من الضرائب في الوقت الآخر الذي تريد مثلا فيه أحزاب اليسار ممارسة دور كبير أو فرض ضرائب كبيرة على بعض من الشركات مما سيجعل هذه الشركات تضطر لمغادرة البلاد والاستثمار في مكان آخر الرئيس الفرنسي تحدث بالأمس للفرنسيين على أنه يريد فرنسا التي تعمل الصناعة ويتعامل مع ملفات أخرى جديدة ومهمة مثل ملف الصحة وملف التعليم وملف البيئة إذن شكرا لك خالد كنت معنا من مارسيليا شكرا لك على كل هذا التحليل والتفاصيل شكرا لك اشتركوا في القناة